هذه الرسالة عن أوباما's trip to Kenya هذه الرسالة القصيرة الفيديو بدي أتكلم عن الرئيس أوباما ورخلته إلى كينيا من شان يعني يعيد ذكرياته عن والده رحمة الله علي أنا الشيء اللي بذكره الآن أنا الآن كتبته اليوم باللغة الإنجليزية في عدة مواضع بالإنترنت بالياهو والجوجل والجزيرة أمريكا طبعا باللغة الإنجليزية وهذا باللغة العربية أنا في عندي تعليق على هذه الزيارة أول شيء أنا عندما ساعدت الرئيس أوباما لأول مرة في الانتخابات في تكساس وفي بعض الولايات التي كانت متنازعة عليها وكانت مساعدة قيمة جدا هذا الكلام كان في شهر شباط وأذار 2008 لما كان لسه يزال مرشح فقط وكله مذكور بالتفصيل وأنا ذكرت عن والده لأن والده كان الصحافة بالإعلام هنا في أمريكا وخاص اليمين شوه أبوه على أساس أنه أبوه كان إنسان هذا مدمن على الكحول وإلى آخر ولكن أنا في تعليقاتي واللي أرسلت إلى البيت الأبيض وإن شاء الله هتنشر فيه كتاب أنك عملت رسائل عدي إلى البيت الأبيض بعضها وصل وبعضها لازل في الكمبيوتر حيطبع أنا ذكرت أنه أبوه بالعكس أبوه كان رجل ذكي طموح وكان من الصعب جدا أنه واحد مسلم يروح يأخذ عبارة عن بعثة إلى الولايات المتحدة وفي هواي في الخمسينات من القرن الماضي إذا ما كان مسيحي لأنه الكنائس اللي كانت يتبشر بالمسيحية وما تدخل عندهم بالمدارس إلا يكون مسيحية وإلى آخره كانت تبعث جماعتهم فقط فأبوه يكون مسلم ويروح إلى هواي ويكون رجل يعني يأخذ دعثي هناك هذا شيء ما كان سهل أبدا كان صعب جدا وأهم من ذلك أنه حاول يكسب عطف امرأة بيضاء جميلة جدا إذ لي هي كانت أم الرئيس أوباما هذا الكلام في الخمسينات أيام ما كان التمييز العنصري وما يمكن واحد بيضاء تزوج واحد أسود مستحيل ولكن هي تزوجته مما يدل أنه إنسان يسموه كام تشارميك يعني حضي على قلبها وتزوجها وجاء من هذه الثمرة اللي هو الرئيس أوباما هذا ذكرته أنا ولذلك أنا الكتاب اللي أنا هانشره إن شاء الله في المستقبل كله عن هذا الخصوص طبعا ليس فقط عن أبوه وإنما عن أمور كثيرة لأن أنا كنت بعمل الكامبين عائله بساعده في تيكساس وإلى آخره وكنت أتصخور بأنه الرئيس أوباما هو اللي حينجح في الانتخابات وهذا الشيء كله موضح في البرنامج في الويب سايت بتاعي المدونة داكترساعد.net والرسائل الموجودة الكثير منها في الويب سايت وبعدين في الفيسبوك أبين هذا الشيء لأنه أنا كان بالنسبة لي الرئيس أوباما وخطابه إلى العالم العربي والإسلامي من جامعة القاهرة ثمانين في المية مما قالوا هي من رسائل يبعثوا إياها أنا وممكن تدخلوا فيها وتطلعوا عليها أنا كنت أتمنى أني أكون أنا إلى مبعود إلى الرئيس أوباما إلى العالم الإسلام ما كان قصدي أنه أنا مجرد أوصل إلى مركز وخلاص كان بهمني أنا أنه العلاقات تكون طيبة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي والإسلامي كأنه أنا بالنسبة لي العدو اللدود هي الصهيونية وهي إسرائيل وهي التي ورطت الولايات المتحدة لكل المشاكل اللي صارت وخاصة بالعراق وإلى آخر والآن في محاولة ورطتها مع إيران أنا شخصيا ضد إيران منها هيتدخلها فيه في الإمن تدخلها في العراق تدخلها فيه مع هذا الدكتور المجرم مشار الأسد أنا ضدها ولكن إذا تعمل سلاح نووي تعمل سلاح نووي في شمانك لأنه أنا قلت أنه ما دامت إسرائيل عنده سلاح نووي فيحق إلى أي دولة في الشرق الأوسط بما فيهم الفلسطينيين يكسبوا السلاح النووي حتى أنه إسرائيل تخضع زي الآخرين ولذلك أنا طالبت أن الشرق الأوسط يكون خالي من الأسلحة النووية والبيواجي والأمريكية وهذا القرار أنا قدمته إلى الحزب الديمقراطي في ولاية واشنطن تاريخه في شهر ستة ألف وسمائة وتسعين ممكن تتطلعوا عليه أنتوا ومر هذا القرار من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي في الولاية كلها أنه الشرق الأوسط يكون خالي من الأسلحة الكيموية والبيولوجية والنووية بما فيها إسرائيل هذا الشيء مهم جدا ولذلك لا ترغزوا على من ناحية النووية وإلى آخر وبعدين أنا ذكرت لكم كمان أنه في أمريكا هناك على مستوى شعبي بفضل الفرص على العرب هذا شيء واضح ليش؟ لأنه ما عايزين أي شيء بالعرب هذول خاصة الصهاين اليهود والصهاين من المسيحيين هذول الصهاين من أسوأ ما يمكن هذول هذول ما عايزين أي شيء اسمه عربي ولا إسلامي ولا فلسطيني ولا حاجي ولذلك بفضله إنه يكون الفرص مما أصدقائه وإلى آخر على كل حال أنا حبيت أبين هاي الأمور وإن شاء الله أبقى الاتصال معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا في خلال هذا الأسبوع سأرسل رسالة إلى البيت الأبيض وخاصة هاي في صحفية الآن عينت من أول شهر أبريل يعني بعد يوم أو يومين هي كانت صحفية تكتب في الواشنجد بوست هتراسل معاها بعثلها رسالة وملف على أساس إنه ممكن عن طريقة إنه أوصل إلى البيت الأبيض وأقابل الرئيس أوبانا أمرتين كان بإن كان يقابله ولكن ظروف كانت تختلف وهؤلاء اللي كانوا مساعدين له لا يريدون إنسان معروف في عداولة الصيونية فلسطيني عربي ومسلم يكون قريب من الرئيس ولكن إن شاء الله ها أكون إن شاء الله توصل الأمور وأنا لا يهمني على أساس المركز أنه أكون أنا قريب وقريب والإذاعات والأخبار أنه فلان كذا أنا ما بهمني لأنه أنا بالنسبة لي أنا موقعي فيه الولايات المتحدة الأمريكية هو هذا الموقع الحساس جدا يجب أن أعمل في نفس الموقع اللي أنا فيه وهو القضية الفلسطينية محاربة الصيونية وكشف ألعبها وإجرامها وسمومها وسيطرتها على الإعلام وعلى الكونغرس وعلى البيت الأبيض وبعدين الدعوة الإسلامية واللي ماشي بشكل جيد والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته